شكراً لكم مساء، شكراً لكم حمد استطاقتي طبعاً حكراً لكم المجالي لدينا مختلفة على المهرجان على جديد التعطف في دورته التسيرع والذي الحظ هي بل آية مولوية السنية السنة المجالية سنة السنة الغاروية باكتفة الشعب المغربي بذكرى عشق المجالي لدينا تنظيم المهرجان لدينا مستوى الإدارة ومستوى التكنية يكون من الشباب الجمعية الشباب يعتمد على مجموعة من رؤوس رؤوس والذي كانت ترطفة الجمعية في هذا الشباب ومن خلال مجموعة من الطاورات التكوينية ومجموعة للقاءة الفكرية ومدامة التعليمية أهم هو إشتراك الشباب في قيم تطوع في داخل الجمعية من إنجاح تعرضها ما يعني التطور على الشباب؟ يجبع بكل مواطنين والفعل بخصوص الشباب أنهم يعتمدوا على التطوع لأنها تنمية المدينة ومن خلال التطور مقابلش يتكلمون على الأمام المسكولية ومقابلين العملية ومتكلمون عن مستوى النظافة قلون مستوى النظافة هذا فرض على كل مواطن أنه يطوّر ويسهر في مياد المدينة ذيلو سواء على المستوى الثقافي أو البيئي أو الفني كل من حسب التخفي كل من حسب المجالي يشتغل فيها نلاحظوا دائما بالنسبة للجميع العباسة سامل كنفاوي تخصصوا على المجموعة الشباب كي يتكلمون في أنجاح الميران كيف استتعرضوا في الجمعية كيف تطوع داخل الجمعية؟ كيف كانت تطوع داخل الجمعية؟ نعم كيف كان يدعون الجمعية على مدار السنة كيف كان أننا كنت تحبط أعمال التوارعات سوينية في مجلس التنظيم ومجلس التحاف المنظم ويزو قدرات الشباب ديال الجمعية طبعاً الحال يساهم بمئة بالمئة تمندير التدورة كان رسخوا الحلواناً الرسخوا للشباب هكي يأتي ويتفرطوا الناس يأتي وينخرطوا الجمعية المفتلوبة الجمعية ويساهموا تطورية الترسخ مجموعة من القيم الحفاظ على المائة التاريخية للنبيان الحفاظ على البيئة تكون البيئة السلمة مدينة عالمش